بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ما زلنا نسير مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحته لنا أن نختار الجلساء بعناية لأنه مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير فإحنا دائما نحب أن نكون مع الجليس الحسن ونتجنب أن نكون مع الجليس السوق النهاردة بنفكر أنه عندنا جليس مش مختلف شوية لكن جليس إحنا محتاجين له جدا في الأيام دي جليس لازم نكون معتنين جدا جدا أنه يكون معنا بسبب الأيام اللي إحنا بنعيشها دي إحنا محتاجين جليس هيساعدنا جدا جدا أنه نتعامل مع نفسنا وخاصة في ظل الظروف اللي حوالينا ولما يكون عندنا كل واحد فينا ناس كتيرة بتطلبه بأشياء كتيرة جدا 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 وهو موجود فيبقى هو مش عارف يعمل إيه أو يبقى ساعتها بنحتاج الجليس ده إحنا الجليس ده مهم جدا 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 في حياتنا وده اللي بنعبر عنه لما يقوله ممكن تطول بالك علي ممكن توسع بالك شوية جليس النهاردة هو وسع البال تخيل كده لو أنك أنت دايما كل ما تضغط كل ما بتحس إن الناس بيطلبوك بأشياء كتيرة جدا وانت مش عارف تعمل إيه وجنبك وسع البال فبيقولك تعمل إيه بيقولك تطول بالك إزاي تخيل لو إن هذا الجليس هو رفيقك كم الراحة اللي عتكون عندك وكم الحكمة وكم النور وكم البركة قد إيه في يومك بتحس إنك بتجري لدرجة إنك مش قادر تاخد نفسك وخلقك دايما داي كان مرة حد ييجي يطلب منك طلب أو يطلب منك إنك تهتم بيه شوية وتقول لهم أنت مش حسين بي ولا حسين بالضغوط اللي علي ولا أنت عارفين اللي بي كان مرة حد بيجي يتكلم معاك وتعمل نفسك سامعه وإنت أصلا مسامع حد أنت في مليون صوت جواك ومليون صوت بيخليك مشغول ومتقطع ومش عارف تعمل حاجة وإنت بتقطع ده وتوقفه وهو بيتكلم بعد لحظة ولا اتنين كم مرة بتتكلم مع حد ورأيه مخالف لرأيك فتتهمه إن هو اللي مش فاهمك كم مرة حد قالك ممكن بس توسع بالك عليها شوية هنا بقى وسع البال ده مليان بالمعنى الجميل ده وبالنور ده من بركات أنفس حضرة النبي وسع البال التعلم ده من حضرة النبي يعني وسع البال ده رسول من رسل حضرة النبي اللي مليان الخلق النبوية وإنك لعلى خلق عظيم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الكون كله وجعل رسالة وسع البالي جنة بيها دي من حضرته صلى الله عليه وسلم لما علمنا الوسع إن أول الوسع وسع القلوب لأن حضرته صلى الله عليه وسلم بيّل لنا ده لما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق فعلمنا إن أول الوسع لابتسام أول الوسع إن الناس تشوفك مش متكدر مش يشوف وشك 111 مكشر ومتدايق وكأن كل الدنيا عليك وإنت مش طايق تبص في وش الناس فبسط الوجه بسط الوجه حاجة بسيطة خالص 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 وحسن الخلق حضرة النبي علمنا كده فواسع البال الشخص وواسع البال ده مش زي ما الناس بتقول ده راجل رايق أو الناس تقول على الناس اللي هم واسع البال ده ده شخص رايق ده ناس رايقين ما عندهمش هموم وسعات يصفون بيقولك ده عنده برود أعصاب وما عندهش مسئوليات ولا عنده هم ولا غم ولا حاجة ده واسع البال ما له ده واسع البال ده لأ واسع البال صاحب قلبي واسع شايف الحياة بنور الله شايف الحياة الأصل فيها أنه هي واسعة لأن ربنا اللي خلقها فشايف الحياة مليانة بالخير الواسع من عند الله والتنوع لأنه بيراها من عند الله عنده ساعة ساعة في الفهم مش عنده ضيق لأفق راجل صاحب وسع البال ده صاحب صدر واسع شخص من أهم من سماته أنه هو متفاهم وكمان حريص على الناس وشاف أن الناس زيه بالزبط محتاجة ساعات اللي يطبطب عليها محتاجة لحد يتفهمها لأنه لما يتفهمها هيظهر له حاجات كتيرة هو ما كانش شايفها وساعتها هيحس بمعنى وجمال ماذا أهو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يحس أن ربنا اداله نور يدخل في الناس فيرى النور اللي جواه وعشان كده هتلاقيه برضو من سماته أنه متأني موسيقى ترجمة نانسي قنقر